انتباعاتك يا روي فيتوريا في اول مباراتين والديتين انتباعات بص هو روي فيتوريا ياملو كل وقت في ان انا ادي انتباعات سريعة لا هو راجل مدرب كبير واختيار موافق والانتباعاتي مش على شغل فيتوريا الشغل بشكل كويس بس انا كنت عايز حاجات تبقى محددة اوضح في المشروع علشان تبقى فيه جدية عشان وقت المنافسات الصوت بيعلن تعارف بتاع الجمهور والاعلام ولازم تطوير ولازم مشروع ولازم المشروع انا كان نفسي انه يعلن من قبل الاتحاد الاتحاد هو اللي يعمله او فيتوريا هو اللي يعمله ايه اللي ناقص يا كابتن دي ايه اللي ناقص ما تقالش هو مفيش حاجة معلنة الصح ايه الصح ان هو يطلع يقول او الاتحاد الكوري يعد معاه ويقول له احنا عايزين نعلن للناس المشروع لاربع سنين ليه لانه هو عند وقت وان تعمل تعاقود الاربع سنين دي حاجة ما حصلتش خالص قبل كده ودي حاجة انا معاها مليون وده مفوط كان يتعمل من بدري اصلا في كل المدربين الاجاني باللجون بالزبط مش عايزين قطع لكن لازم يبقى فيه التزامات التزامات جدية ليه؟ لانه هو عارف انه ما عندوش منافسات غير في شهر سبع او في شهر ثلاثة فعنده سبع شهور يشتغلهم ان شاء الله يشتغلهم كويس هو البداية كانت موفقة جدا انه يبتدي بحاجة اقل عشان نشوف والامور تبقى واضحة الرؤية تبقى ما يبقاش فيه بريشر عالي وعندو في شهر 11 مبارتين والديتين بردو بالزبط انه تبقى الامور واضحة في ايه؟ المنتخب في حياته كلها مش هيلعب غير بطولة افريقية وتصفاكة سعلة بالزبط بطولة افريقية كل سنتين لحظه الكويس وحظنا انها تأجلت بقت الفين اربعة وعشرين وبعديها الفين خمسة وعشرين ففيه بطولتين في افريقية والمعلن لدي ولديك ان هو مش مطالب بالسؤال في بطولة افريقية خلص مش ده المعلن صح كاس عالم هو مش عملية مطالب ولا مش مطالب هو عملية انه هو يكمل عاده لحد كاس العالم بقى ده كويس بقى كسب بقى خسر في كاس الامم فهو مفروض يكمل لحد كاس العالم طب المطلوب مني ايه لكاس العالم اللي هو ساق الفين ساق وعشرين اللي فيه تسعة فرق ونص من افريقيا يعني فيه سهولة ان شاء الله ان احنا نروح كاس عالم يبقى انا اقول انا بعمل فرقتين هو بعمل فرقة بعمل جيل لان انا شغلي جاي اقعد اربع سنين ولا بكاس عالم صح يبقى الاربع سنين دول مطلوب فيهم ايه مطلوب فيهم شكل الفرقة اعمار الفرقة شكل المنافسات مع الشغل الفني بتاعه اللي هديه للكورة النصرية هايل ده واضح هل دي صعبة لا طبعا ساعة اموره وليه بقى مش عايزنا الصدم بالمنافسة في بطولة افريقيا ممم SLT اني انا عشت ده لانه كرشت كان محدوط في عقده كاس العالم صح. كاس العالم بس. كاس العالم. جاي قاعد ست شهور. مش قاعد اربع سنة. صح. فلما روحنا بطول العربية. وابتدى لما كتطلع قلنا في عقلي كاس العالم الدنيا. سخنت جد. هتسخد. ها هيتقاله بقى انت طلعت من دول التمانية من كاسة ام افريقيا دي كارس امشي. انا مش عايز ازاي يحصل للاتحاد. او للمجموعة دي. صح. او ازا كانوا مكملين ان شاء الله. او المجموعة او والتحاد اللي جاي. اه. والجمهور هيسخد. اتحاد هيسخد. تعرف لما هيبتجي منافسة المنافسات بتاع المنتخب مصر. اللي العدلينيين بيعلى كل عند كل الناس. ما حدش بيبص في اللي مكتوب في الورق. خالص ده. وانت بتمشي تسعين في المئة من قررتنا بنمشي حسب الرأي العالم. صح. الرأي العالم كان عايز يومنشينا بعد منشي نيجيريا. كنو هنمشي بعد منشي نيجيريا. ام. تمام? انا من دلوقتي هايز احمي فيتوريا. واحمي الاتحاد. ام. في الورق اللي هو كده. ام. الامور هتبقى تتقال كده. لأ ده احنا. قلنا له لازم. لأ لازم تبقى الامور واضحة. ليه. بقولك كده ليه. لان الراجل قاعد اربع سنين. هيدخل فيها بقى كل العناصر من تطوير الفرقة. من انك تنزل بالأعمار. منك هتتحاسب على الاختيارات. لانك انت الهدف بعيد. صحيح. الهدف البعيد ده محتاج. نقاط معينة. واضحة. واضحة. بس حرارك دلوقتي بتكلمني عن مشروع بيتوريا. مشروع بيتوريا. بس انا عايز اتكلم على مشروع اتحاد كورة. ما هو انا قلت ايه. يا اما المشروع يقدموا اتحد الكورة الفيتوريا. احنا عايزين نعمل مشروع ده. حضرتك موجود 4 سنين. وعايزين نعمل مشروع ده. انت اوخي بالك. او. او. هو يقولوله احنا عايزين مشروع في الاربع سنين دول. هتعمل لنا ايه. ونحطه علشان نذكر روحنا. ونتعلم منه. ونقول ان هم مش ماشيين صحة حوالهالط. يعني هم عايتلو ولا معايتلوش. باي شكل انا مش مش. لا اتصايد الاخطاء. اه. انا بعمل حاجات تحمي الكورة وتطورها وتحمي الناس اللي موجود. لا انا بقول لا يعني. ليه بقى. لانه انا بقولك ليه ده. اه. لان احنا لما بنيجي اول حاجة بنتكلم فيها. يا عم انت جايب لينا واحد ياخد مثل تلتمية الف دولار. وتقول لي مش مش عارف هيعمل. احنا اول حاجة بنروحها عالمرتب. فروش. على حسام البادري روحنا عالمرتب. صح. على كروش. انا مش قاعدنا انها تضارب مئة وعشرين مئة وثلاثين لا سبعين لا ستين لا خمسين. فالكلام ده لما بيتكرر كتير كتير كتير. طبعا احنا في بلد اقتصادها. مش مش اقتصاد دلوقتي اقتصاد العالم كله دلوقتي. رايح في اتجاه السهم الى المغبة. طبعا. السهم الى المغبة. طبعا. طبعا. فانت هتلاقي نازل اخلالك من حتة دي. مم. وانت مش هتعرف ترد. مم. التطوير محتاج فلوس. مم. بقى اي ان كان بقى بمصري او بقى اجنبي. بالزبط. عشان برضو. وما فيش وما فيش حالك قلت مرحوظة مهمة عاوش. عشان برضو الناس كتيرة او بتخفلها. ايه ما فيش مدرب منتخب بياخد بالمطش. ما فيش كده. يعني يقولك ايه ده قاعد ثلاثة اربع خمس شهور قاعد في البيت. وعمال ياخد بالدولارات. ما هو احنا دي نقاط. اه. الدخول الى صناعة الازمة. اه. احدى النقاط للدخول لصناعة الازمة للاتحاد. والمدرب والمنتخب هي دي. ده بياخد قد كذا. ده بياخد قد كذا. وليه بيوم كم مطش. ده بياخد قد كذا. اه. ده بيطلع اجازة ليه. بالزبط. ده بياخد فلوس فما ياخدش اجازة. اه. انت واخد بالك. فانا انا رايي ان كل حاجة تبقى محددة. اه. ده. طيب. انت بتعمل حماية ليك انت كاتحاد. انك انت شغال بيرفكت. اه. والحاجات دي موجودة في الورق. اه. فلازم. من بدري انا بقوله هو. في اول ثلاث شهور. مش في اه. مش في اكر ثلاث شهور من الاربع سنين. لان الحاجات دي عم تجربة. يعني الناس اللي موجودة في الاتحاد عاشوها. المدربين عاشوها. الجمهور عاشها. انت واخد بالك. قوله. هنعمل ايه. لان المفروض سنة ونص كافية انك تروح تنافس. في بطولة افرق. صح ولا مش صح. صح. انت اخر حاجة وصلت للنهائي وخسرت بدربات ترجيب. اه بس انا هختلف في حد. اه طبع. انه حتى التلاث سنين دول. هي برضو مش تطوير منتخب. الفكرة في ايه. احنا بتكلم على تطوير المنتخبات. او المنتخبات. انا بس اخدك للنقطة. انه برضو لما حنقض نطور في المنتخب ونلعب مباراة ودية كتير ومع اسكرات وراجل يختار لعيبة كويسة. هو بيختار من اين. وهنرجع برضو نقطة سيف. لا معلش. بيختار من دولة مصر. كل واحد يعمل شغله. اه. احنا مشكلتنا الازالية ايه. اللي ملغبطة دخلة دي على دي. وزي ما بيقولوا عيشة على المو الخير. ان المسابقات ملغبطة. صح. لما تبقى المسابقات والدوري متلغبط. الانتقالات هتبقى متلغبطة. انه هو انت في نادي يعرف اتعقد مع انت بفترة الفتحة بالقيد. في القيد اللي قفل والدوريات ابتدت. بس الظبط. طبع انا هروح اجيب العيبة ازاي. هيكون خاصة قفل هناك. ولا حتى بيع العيبة ازاي. بس انت هتوعب بقى الدور على الفري. صح واتدور على اللي هو ملوش نادي. صح. ويعايزب بالكواليتي. وانت نفسك مش تقفت السفة اللي عيبتك. ما بقى ضمن لغبطة المسابقات. صح. انت انت واخد بالك. صح. انا عايز نمشي في. انت بتكلمني عن فيتوريا. انا بقولك عن اللي يحمي فيتوريا ويحمي اتحاد الكورة. ام. واللي يعمل حاجة كويسة اللي ما تفضلش طول الوقت. تعيش حالة جدلية. انه هو الرجل بيجاوب على الاسئلة. ايوة. هيفضل طول الوقت يجاوب على الاسئلة. انت ليه من ابتش فلان. وهي اسئلة حقيقية. على فكرة. اللي انا بقوله ده حقيقي. اللي انا بقوله لك ده حقيقي لان انا عشته. ام. انت واخد بالك. لا انت هيقعدوا يرجعوا الالفين وستة والفين وتمانية والفين واحد. هنقعد نرجع لها. هنقعد نرجع لها. لا ده اما احنا مع كروش وصلنا النهائي. اللي عابنا اخر ماتش في التصفية كاسي العالة. وخسرنا بدربات الدرجية. والعابنا نهاية افريقية. فلازم تبقى الامور واضحة. وكل ما انت بتشتغل. والامور واضحة. ليه لك انت كاعلام. وانت اقتنعت بالكلام ده. وبالمشروع ده. هتقوله. وهتحاول تردد. وهتحاول توصل. للرأي العام. انا بقولش ان الرأي العام كله. لكن على القليل يبقى عنده الحقيقة. صح. لما تبقى الحقيقة عند الرأي العام. حتى في الانتقادات. انا لانه وقت المطش الجمهور بيختلف. صح. انا عايز مصر بتكسر. مية في المية. ومعليق ومعليق. احنا 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 كنا اضربنا بالحزم والبتاع. فالحده ماتش هناك جدي. بعد كده كل الشارع المصري. والدولة. ما هو كده. تلعب كويس. تكسب. بقت فيه مزهن ده. واحنا واقفين معاك. انا مش عايز. عايز الامور تبقى واضحة. وان شاء الله هيكسب. ان شاء الله. بس الاهداف تبقى واضحة. علشان تحمي نفسك اتحاد كورة. من فضلك. وتحمي الراجل المدرب. اللي هو مدرب كويس. متعودش تقوله بقى. في ايه وفي ايه. وما راحش ايه. لا احنا هنرجع نقول له. انت واخد بالك. هنرجع نقول له. لا. قولي المعلن. صح. واقعد واقنعه بالكلام. كلام الفني ما فوش حاجة. صح. طيب.